بالرغم من الجهود المبذولة في سبيل توحية المجتمع بأهمية التبرع بالدم وذلك لدعب مخزون بنوك الدم بمحافظة الأحساء إلا أنها ما زالت في حاجة لكميات كبيرة من الدم للمرضى في المستشفيات بسبب الحوادث والعمليات والأمراض التي تحتاج لفصائل متعددة من الدم بشكل مستمر من العوامل التي تساهم في دعم بنك الدم هي الحملات الخارجية والتي تكون مجدولة من بداية السنة تقريبا هناك حملة شهرية لنا يمكن نحتاج إحنا للدعم يكون أكثر بالنسبة للتبرع اليومي عشان نوعي المجتمع كله والناس عن أهمية التبرع بالدم لأن الدم هذا ما ينشره هذا لازم يجي عن طريق اللي هم المتبرعين يشهد بك الدم في مستشفى الولادة بالأحساء إقبال المتبرعين حيث تتراوح أعدادهم من 15 إلى 25 متبرعا يوميا طبعا التبرع بالدم هذا لا ثواب كبير لأن المتبرع يمكن ما يعرف أهمية التبرع والدم اللي هو تبرع فيه كيف هو ممكن ينقذ فيه عدة مرضى لأن الدم هذا لما ينأخذ من المتبرع يفصل إلى عدة مكونات وممكن هذا الدم اللي هو كيس واحد يروح كذا مريض وينقذ حياة كذا مريض فيتصور الشخص المتبرع كيف أنه أخذ الثواب في إنقاذ كذا شخص من الموت لا سمح الله نظر لموقع محافظة الأحساء الاستراتيجية الذي يخدم عددا كبيرا من مصابي دول الخليج الزائريين للمملكة بالإضافة لحاجة مرضى تكسر الدم لنقل دم متكرر فهي بحاجة إلى إنشاء بنك دم مركزي كبير يغطي جميع احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة حمد المحسن الإخبارية اللحساء اشتركوا في القناة